اشتركوا في القناة طلعت مبريان هذا بيسمون البراءة تخليك تستوي زهرة ما بين الفساتين تخليك فوق السحاب فوق 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 يوم يرجع عالبيت ويه الفير وين ما يبقى يكون تعبان يوهي ذبيحة ما عشت وبنتي علية ما رح تحصل احسن عن علي تشوف شيء عمرك ما شفتك صدقني بددهم هلا وغلا معكم محمد سيف الريامي ورح تكلم معكم عن فيلم الامارات الجديد علي وعليا فيلم من عنوانا علي وعليا معناته قصة حب ما بين علي وعليا اللي عايشين في فريج واحد في منطقة وحدة هذه المنطقة تذكرنا بأيام طفولتنا تذكرنا بأيامنا الجميلة المناطق القديمة الأحياء اللي فيها نقول عليها الفرجان القديمة نشوف الأماكن هذه نتذكر طبعاً الأيامنا الحلوة فنفس الشيء الفيلم هذا يعني مصور بهذه المناطق اللي تذكرنا بين الأيام الطفولة طبعاً الفيلم محاولة رئيسية هم علي وعليا وعائلة علي وعائلة عليا وأصدقاء علي وصديقات أو أصدقاء علي في هذه المنطقة شو اللي يدور بينهم من مشاكل وشو اللي يدور بينهم من عوائق بينهم ما يقدرون يتزوجون بعدين أو ما يقدرون يحبون بعض أكثر لأنها تصير مشاكل أخرى دخيلة في هذا المكان أو في هذه المدينة أو هذه المنطقة طبعاً علي يدخل في موضوع الأدمان ويصير مدمن على أساس أنه يثبت رجولته لعليا اللي هي تنعته دائماً ويقول علي أنت مو بريال فهو يضطر أن يأخذ هذه الآفة ويستخدم هذه الآفة على أساس أنه يبرهن لها أنه هو ريال ويقدر يقاوم أي حد يدخل بينهم ويقدر يدافع عنها فمجريات الأدمان هذه طبعاً توديه لأماكن بعيدة جداً وهذه الأماكن اللي يوصلها خلاص يروح في مأزق نقدرون رقوا عليه مأزق ما لنهاية وهنا تصير مشاهل كثيرة ما بينه وما بين علي وعالية تضطر أنها تتركها وهو يضطر أن يعيش في هذه الحالة المساوية هل يسترجع علي في نهاية الفيلم فهذا هو الشيء اللي لازم أن تتشوفونه في السينما عشان تعرفونه مخرج للفيلم حسين الأنصار اللي هو كاتب أيضاً السيناريو هذا العمل أولاً أنا أقدر أقول أنه هو يعني اختار فكرة جيدة لصناعة فيلم على أساس أن الفيلم يمشي معاه من الأول للنهاية اللي هي فكرة أنه كيف أسوي فيلم رومانسي وقصة موجودة في الأحياء السكنية في هذه المناطق اللي تقدر تقول عليها في مناطق قديمة بيوت قديمة بيوت مش جديدة مش كالعادة نشوف فيلم داخل فيلل أو داخل الأماكن الفارهة المولات الشوارع الجميلة البنايات الحلوة اللي موجودة في بلادنا الحمد لله لكن هو جاب الصورة الأخرى أو واقع الآخر المشاهد الآخر المشاهد اللي مش من بلد هذه يمشوف يقول لك نعم الإمارات فيها أيضاً بيوت بهذه الطريقة مناطق السكنية قديمة موجودة حتى الآن في الشارجة أو في دبي حتى في أبوظبي فهو جابها بشكل هذا فهذا أنا أشوفه جيد جداً صراحاً من ناحية الفكرة اللي عنده أنه يصور هذه الأماكن أيضاً الجيد أيضاً في المخرج أنه هو اختار طاقم تمثيلي شاب وأكثر المثلين صراحة في هذا العمل أدوا ما عليهم الأدوار بحيث أنهم أعتقد أنه عمل معهم يمكن ورشة بسيطة قدر يعني يأخذ يعطي معهم في موضوع أنه كيف يعني يأدون أدوارهم بالحوارات وبطريقة المعاملة مع الفيلم أنهم يعيشون هالكاركترات الموجودة عندهم فهذا أيضاً يكتب له هذا المخرج حسين الأنصاري بخصوص السيناريو في هذا العمل اللي كتبه أيضاً المخرج حسين الأنصاري هناك في بعض الثغرات في هذا الفيلم أو بالأحرى ثغرات كثيرة ومشاكل صراحة أنا حبيت أنه كان ياريت يعالجها أثناء كتابته للسيناريو أو أنه يطورها مع القراءة أو مع العمل ومع عمل ورشة خاصة لهذا السيناريو مع كذا عدد من الناس المتفهمين أيضاً في موضوع في مجال كتابة السيناريو بحيث أنه أنا شفت فيه أخطاء كثيرة الأخطاء هي عبارة عن أمور صارت أمام الشاشة لكن بعدها بعد فترة ما تحس أنها لها رابط مؤكد يعني ما تحس أنها لها منطقية تحس أنها يعني مثل الأبي يقول حق والده أنا تبريت منك ليوم الدين أشوفه بعد ثلاثة أربعة مشاهدة قاعد مع قاعدة عادي ويفهمها هذا شوية ما كان مرتبط بشكل جيد على الأقل لو كان فيه شيء مشهد حلقة وصل ما بينهم أنه قدر يعني فيه فترة من الفترات حن لولده عسى أنه يقدر يكلمه هذا الموضوع أوك يعني بمشيها لكن فيه أشياء فيه كذا مشهد شبيه لهذا المشهد أنا ما أريد أقوله أكثر من كذا عساس أنه ما أحرق عليكم أحداث الفيلم موجودة كثغرات يعني كان يلابد أنه يمليها ويعدلها أثناء كتابة السيناريو الصورة التي استخدمها حسين أنصاري خاصة في بداية المشاهد في الفيلم صورة يعني باهتة وليست جميلة أمام الشاشة أعتقد فيه كانت مشكلة أثناء تصوير الفيلم أنا يعني أتفهم هذا الموضوع وعرف أنه فيه مشاكل عندنا موجودة أثناء تصوير الأفلام الإماراتية خاصة الأفلام اللي هو يعني ينتجها الشخص نفسه أو ينتجها بمعارف بسيطة معينة وبإنتاجات بسيطة فتحصل معهم فلذلك يعني هذا الشيء موجود كان في هذا الفيلم كانت فيه صورة باهتة صراحة في بداية الفيلم وما حسيتها مريحة للعين وأماكن التصوير أو أماكن اللي هو صورها بالزوايا الكاميرا نفسها لم تكن جيدة فيه out of focus فيه مشاكل كثيرة أيضا فيه التصوير هذا الشيء بعد يعني أثر على هذا الفيلم بشكل اللي هو الصورة السينمائية بالنسبة للموسيقى التصويرية اللي سواها عبد الرحمن الريامي فيه ريامي عندكم ما شاء الله عبد الرحمن الريامي عند يعني الموسيقى التصويرية تقليدية ما في شيء جديد ما في شيء يعني يدخل خاطر على أساس أني أقول هذه الموسيقى لا الموسيقى المعتادة اللي نسمعها في المسلسلات أو الموسيقى المعتادة اللي نسمعها في بعض الأفلام المصرية ممكن هو ما أخذ شوية من هنا ما أخذ شوية من هناك فما حسيت يعني ما حسيت أني أنا منجذب لهذه الموسيقى التصويرية نحاول شوية نطور من الموضوع هذا نحاول ندخل بعض الآلات الجديدة الآلات اللي ما نعزفت كثيرا في الدراما أو في السينما عندنا نحاول نستخدم هذه أو نمشي على تونة وحدة على الأغل ما ننوع التنويع هذا شوية بعد يشتت البال الفنان خليفة البحري اللي يدى دور عليه أنا أشوفه فنان جيد صراحة وعجبني أداءه في هذا الفيلم كان عفوي جدا ما كان متشنج إلا في بعض المراحل أكثر المراحل هو كان جيد ويما يؤدي دور المدمن أعتقد لايق عليه يعرف يؤدي بصورة جيدة وكان دورة صراحة نشوفها جيد في هذا الفيلم واختيار موفق من المخرج بالنسبة نيفين ماضي اللي تمثل دور عالية أي نعم هي دائما عندها نفس طريقة الأداء ونفس الأسلوب بس هذا كان جيد أن هي اختيرت في هذا الفيلم وكانت مؤدية بشكل أفضل صراحة نوعا ما من بعض أفلامها اللي شفتها في السابق بالنسبة لأدوار الأخرى في هذا الفيلم الأدوار الداعمة والأدوار اللي كانت لها تأثير قوي في هذا الفيلم أنا عجبني دور سوسا سعد في هذا الفيلم سوسا سعد شوفناها في كذا فيلم من الفلام الإماراتي مثل فيلم هجول الجزء الأول وفيلم كبريت في هذا الفيلم سوسا سعد أثبتت للكل أن هي تتعجم بكل سهولة مع أي مخرج إذا قلتها عملي دور كوميدي تعمل دور كوميدي عملي دور درامي تعمل دور درامي صيحي صيحي يضحك 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 فهي عندها يعني أسلوب جيد والكاميرا تحبها صراحة وهي تعرف تأدي أمام الكاميرا وتعرف كيف تطلع مكنولات تمثيلية بكل سهولة وسلاسة فأنا أشوفها كان جيد جدا في هذا الفيلم سوسا سعد أما أكثر الكاركتر أنا انجذبت له في هذا الفيلم كاركتر أحمد عبد الرزاق اللي يمثل دور المدمن في هذا الفيلم هذا الشخص اللي هو يخبر عليه كيف تعيش حياته وكيف تصير ريال فيصطحبه في مجال الوساخة اللي هي مجال الإدمان والخمر والحبوب ومور مثل هذه فأنا أحس أنه أكثر واحد تعايش هذا الدور وأكثر واحد أدى بأمانة بشكل جيد جدا أمام الشاشة تحس أنه خبرته ويش تساعده طبعا له خبرة كبيرة في مجال التمثيل والدراما وهني في السينما أيضا بدأ يعمل أدوار جيدة فهذا الدور أنا أشوفها من أدوار الجيدة اللي أعملها الأستاذ أحمد وأتمنى أني أشوفها في أفلام ثانية صراحة بأدوار أخرى بعد ومفروض هذا يجرب في أمور يعني كاركترات ثانية غير هالكاركتر فراح يطلع منه أشياء كثيرة وأنا متأكد من هذا الشي في أيضا جمال الصميطي كان جيد في هذا الفيلم طلال محمود بعد ما إن شاء الله عليه يعني طلع بكاركتر جيد في هذا الفيلم بس شوية كان يعني إيش معنى الكبود هذا طول الفيلم أو خمشة ثمانية بالمئة من الفيلم هو لابس الكبود بعدين ذكروا ولبسوا حمدانية شوية يعني ما أعرف هذا الشيء يمكن راح نباله أو أنهم يصورون في نفس الأيام فلذلك يعني راكور ترى مهمة جماعة الخير في الراكور أتمو فيه بخصوص المثلين الآخرين أيضا مثلين الشباب جيدين مقبولين بس في واحد منهم المثل دور شخصية شبه تكون رئيسية اللي هي شخصية المعادلة علي أنا حسيته وايد متشنج في هذا الفيلم ما يعرفي أدي صراحة عنده صعوبة في الأداء أو أنه عنده مشكلة في طريقة الأداء وطريقة إخراج الجمل ووجهه مش متوافق مع الحوار فياريت لو كان شوية كان فيه عملية خاصة معه يعني يعطونا ورشة خاصة ويساعدونا شوية أكثر عساس أنه يعطي يعطي الدور اللي علي أو كان مفروض حسين يعني كان يخلق مثل ثاني يمكن يأدي أفضل منه لكن إذا كان تبه هذا المثل فياريت لو كانت دربة أكثر وتعطي شوية أكثر اهتمام على أساس أنه يأدي أمام الشاشة وتحاول تخفي بعض العيوب اللي عنده كذلك الشخص اللي اللي هو يمثل دور مدير الشركة أعتقد أيضا بعد كان جدا يعني دورة تعبان صراحة وللأسف يعني ما شوت منه أي شيء يعني من ندر وعلنه كتمثيل وكأداء ما حست من عنده أداء قوي في هذا الفيلم مدير الشركة مش الأول الثاني اللي هو يطلع بعد منتصف الفيلم مخرج حسين الأصاري بالرغم من الصعاب اللي واجهته أثناء تصوير هذا العمل طبعا أنا يعني ما عندي أي إشكالية أنه يعني يحاول يسوي فيلم ويظهر لنا في السينما بس عندي إشكالية إذا أنت عندك سيناريو وموجود في إيدك لا تستعجل أنك تصنع الفيلم بالشكل اللي أنت تفكر فيه لا يعني حاول تأخذ بعد وقتك تزيد من وقتك على أساس أن يطلع الفيلم بصورة أجمل لأن هذا الفيلم كان بيطلع بصراحة بصورة جميلة جدا لأنك أنت أول شيء فكرك كان جيد أنك تعمل فيلم رومانسي ودراما وإنسانية وتدخل فيها موضوع الحارة والفريج القديم هذا هذا الشيء جيد منك واهتمامك أيضا في بعض المثلين واختيارتك كان أيضا جيد جدا لكن السيناريو كان مفروض هو اللي ينقال علي عمود الفقري لأي فيلم في السينما كان المفروض شوية كان يتعالج أكثر وينعطى له وقت أكثر على أساس أنه يطلع أمام الشاشة بصورة جميلة جدا مع ذلك أنا أعتبر من الأفلام الإماراتية اللي تشاهد صراحة في السينما أنا أشوفه يعني أنا شفت الفيلم وما أعتني مرحلة أني أقول لا خلاص أبطلع من السينما وشيء ما أضايك لهالدرجة مثل بصار لي مع بعض الأفلام الإماراتية لكن أنا أشوفه جهد يشكر عليه الأستاذ حسين وأتمنى أن الفيلم القادم إذا أخرجته تهتم في موضوع السيناريو أنا متأكد رح يطلع منك شغل جيد وعمل يليق بسمعة السينما إن شاء الله الإماراتية أنا في نهاية الأمر هذا الفيلم أعطي اثنين من خمسة يستحق هذا الفيلم وأتمنى أنكم تشوفونا في السينما وتدعمون الأفلام الإماراتية أين كانت وشكرا على المشاهدة كنت معاكم محمد سيف الريامي إذا في أي استفسارات اكتبوا ليها في الكومنت ونشوفكم إن شاء الله على خير في أفلام قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة